البداية من مناسك فرضة الحج حيث يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق فيما أدى المتعجلون طواف الوداع وواصل ما يقرب من عشرة ألاف حاج أداء نسك رمي الجمرات بمشعر منا في ثالث أيام عيد الأضحى فيما أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى عبد الرحمن العقيل اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات احترازية لأداء طواف الوداع